والضاح وعبده وغيرهما جمعتهم جبهات حرب واحدة أثناء اشتياح مليشي الحوثي لمدينة عدن في العام 2015 حينها أزهقت أرواح الكثيرة من زملائهم وجرح آخرون أثناء محاولة تحرير المدينة من الانقلابين نحن قرحة حرب ودي قاتلنا بالصفوف الأمامية في داخل بساتي ونقع ولا قل اسداها 22 مايا ما فيش دكاتر يتابعوا كلا عامان مر على تخليص المدينة من قبضة الميليشيا لكن لا يزال جرح التحرير الذين تنوعت إصاباتهم كما تنوعت أوجاعهم هنا يأنون من جراحاتهم ويناشدون الجهات المسؤولة بالالتفات إليهم ومساعدتهم بالسفر خارج البلاد لضرورة تلقي العلاج هؤلاء نموذج من مقاتلي المقاومة التي لم يرقوا الاهتمام والرعاية الكافية التخفيف عنهم المندوب حقي وذا شاهدنا وذا حولنا للبريهي بعد البريهي ركبوا لي حديد داخلي خرقوا الحديد هذاك اللي برعه الكبير ركفت حديد داخل بس باقي لي قليل ما كانت ضربة حق الرصاص خليل زلعين ما أردت في التحم في عهد سقط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح في الحرب التي شهدتها المدينة ويسقط اليوم مثلهم في العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت بينما يستمر التجاهل من قبل المسؤولين لتتسع المعاناة التي لا يعيشها الجرحى وحدهم بل أيضا أسرهم التي لا يملك بعضها سوى عائل واحد صار جريحا ومقعدا إن كان هذا هو حال جرح الحرب التي شنت على عدن وهؤلاء من كانوا يتصدون لها في جبهات القتال فماذا سيكون حال جرح الأعمال الإرهابية التي تواجهها عدن بعد تحريرها فيما لا تزال الجهات المسؤولة في صمت مريب عن مثل هذه القضايا مروا السيد قناة بلقيس عدن